السلام عليكم أصدقائي أنا السيزار وبرحب فيكم في قناة السيزار رفيوز أهلا وسهلا بالجميع واللهم اللهم اللهم نصر أهلنا في فلسطين اللهم نصر أهلنا في غزة اللهم خفف عنهم اللهم ثبتهم اللهم صبرهم اللهم رزقهم من فضلك اللهم رفع عنهم الكرب اللهم رفع عنهم الظلم اللهم وفقنا الحديث عنهم اللهم وفقنا لنصرتهم الله يعينهم الله يثبتهم إخوان أنا ما بنساهم أتمنى أنكم كمان ما تنسوهم احنا شعوب الوحيدين اللي ما مننساهم ان شاء الله ان شاء الله نسمع اخبار طيبة عنهم يا رب في القريب العاجل يا رب انا عملت فيديو عن الجالكسي وعن الايفون والتجربة بشكل عام وحكيت عنه في فيديو سابق رح احط لك اياه ب يعني اربط لك اياه بهذا الفيديو ولكن حكيت لكم عن نسبة الكاميرات رح اروح اصور بالكاميرات وارجعلك وحكي لكم عن التصوير بالذات تصوير الفيديو هو الاشي الاساسي ليش سوف احكي لكم ليش ولذلك صورت خيارات فيديو معينة لحتى اقدر انا اطلع بنتيجة مين احسن وصورت عدة فيديوهات قبل ما اعرض كل فيديو لحاله صغير طبعا فيديوهات صغيرة بس عشان كل موضوع مش يعني مش بطيء فيديو يكون سريع رح اعطي شرح بسيط للفيديو اللي انا صورته وبعدين بعرض لكم الفيديو انتو مش ضروري يكون رأيي صح يعني انا هذا اللي شفته انتو شوفوا واحكولي رأيكو كمان اكتبوا لي لا والله الزر كلامك هنا كان في الدقيقة هاي مش مضبوط انا بعتقد انه كذا وكذا يعني شاركوني الرأيي عشان نستفيد الخبرة فلذلك فحيكون التركيز على الفيديوهات بالنسبة لتصوير الفوتوغرافي ممكن احكي عنه في الاخر بسريع لانه ما حسيتش في فرق كبير عكل حال رح ابلش اول شي رح احكي لكم عن الفيديو الفول اتش دي 30 فريم للكاميرا الامامية من كمين كل الجهازين التثبيت كان ممتاز على الجهازين الالوان اعتقد الايفون كان الوانه حقيقية اكثر قريبا للواقع لانه القميص اللي انا لابسه هو فعليا اسود مش ماء الا الزرقة فلذلك كان الايفون جاي باللون صح الصوت على الجهازين كان ممتاز تعالوا نشوف الفيديو هذا الايفون 15 pro max وعنا الجالكسي 24 اولترا 23 اولترا يعني مش رح تكون فرق كبير المهم فيديو فول اتش دي 30 فريم من الكاميرات الامامية شوفوا لي اللون شوفوا لي الصوت اسمعوا لي الصوت التثبيت وما الى ذلك بعدها رح انتقل للفيديو الثاني بالنفس الكاميرا الامامية وانت بتصور تقدر تسوي اشي واحد انك تقدر تاخد صور ايضا سيلفي وانت بتصور that's it بقدرش اعمل زوم حاليا فحبي تخبركم هسه بنا نحكي عن الفيديو الامامي برضو من الكاميرا الامامية بس 4K 60 فريم التثبيت ممتاز على الجهازين والجهازين نوعا ما من ناحية زاوية العرض عريض كفاية موضوع الالوان لسه برضو بحكي انه الايفون لسه تألوانه اقرب للواقع من السامسونج مش معنى انه سامسونج سيئ لا بس اقرب لللي عيني شافته الصوت ممتاز على الجهازين الدايناميك رينج كان افضل عندي السامسونج طلعوا على وجهي رح تشوفوا كان فيه اوفر اكسبوجر على وجهي من الايفون رح تشوفوا كمان شوي وبتعرف عن ايش بحكي فهذا بكون دايناميك رينج اضعف سامسونج ضلت محافظة على الدايناميك رينج بنوعا ما بطريقة افضل بالذات بهذا الفيديو شوفوا الفيديو هذا الفيديو 4K 60 فريم من كل الجهازين انا بصوركم الشمس اللي ضويتني ممكن ان نغير الزاوية حتى نشوف كيف الدايناميك رينج هسا الشمس ورا شافين كيف ويرجعنا نصور عادي حكولي مين اللي عجبكم اكثر شاشة الجالكسي جميلة بصراحة الألوانها حلوة يعني من الصورة هون عجبني الجالكسي بس ما بعرفش يمكن الايفون هو الأفضل فبس اشوفهم بالبيت بحكي لكم ان شاء الله مين كان النتيجته أفضل هاي السماء هاي الغيوم دايناميك رينج يعطيكوا العافية حسا بدي انتقل للكاميرات الخلفية وحبلش مع الفيديو الكاميرا العريضة فل اتش دي 60 فريم التثبيت ممتاز على الجهازين والألوان عند الجهازين ممتازة يعني كانت واضحة الصورة او الفيديو واضح بس بحس سامسونج تعمل بروسسنج اكثر على الفيديو تباحها البروسسنج اللي هي تعرفوا كلمتي شاربنينج بحاول يعطي حد اكثر للصورة فبتطلع اوضح اكثر انا حسها زيادة ومرات هاي الشاربنينج هي حلوة الشاربنينج بس لما تكون زيادة تحسش الوضع طبيعي الداينامي كرينج عند الجهازين ممتاز لما بنعمل زوم واحنا بنصور على الايفون سلس جدا على السامسونج في نطنطة وبرضو بتغير الالوان لانو العدسات تتغير الالوان تتغير هذا مع الايفون ما صار فهاي افضليل الايفون لحد الان شوفوا الفيديو اصدقاء انتقلنا للكاميرات الاساسية الرئيسية في الجهازين طبعا بلشت اصور بالكاميرا العريضة على الايفون ستكون 0.5 اكس على الجالكسي ستكون 0.6 اكس ونصور فيديو فل اتش دي 60 فريم ما بده اصور 30 فريم فبتجرب كله 60 فريم اثناء التصوير بالايفون ستكون اعمل 1 اكس 2 اكس 5 اكس وارجع 0.5 اكس بالجالكسي 1 اكس 3 اكس 5 اكس 10 اكس وبقدر ارجع 0.6 اكس الاشي اللي بلاحظه من ناحية الكاميرات الانتقال من الكاميرات كلها هاي المتنوعة بالجهازين سلس اكتر بالايفون اعتقد انتو احطوا هذا بالتصوير فيديو الانتقال فعليا اسلس اتمنى سامسونج يعطونا سلاسة في الانتقال ما بين الجهازين او ما بين العدسات هاي شمس فوق الديناميك رينج على الجهازين الخرافي رهيب يعني معقول لي هون السامسونج يكون افضل من الايفون هذا ببين معي ان شاء الله بعدين فيديو الكاميرا الاساسية الواحد اكس وهي يمكن بالنسبة لأهم فيديو ليش لانه انا اهم كاميرا عندي اللي هي الواحد اكس باقي الزيادة او العريض بصراحة مش كتير مهم الواحد اكس مهم يكون على الاقل يعطيني جودة ممتازة والتجربة هون حتى في الشي تعليق كانت ممتازة على الجهازين شوفوا الفيديو اصدقائي حاليا بصور بالكاميرا الاساسية الواحد اكس فور كي ستين فريم تمام؟ رح اركز على الفور كي بكل العدسات هاي الفكرة لان انا بدي جودة عالية بدي اعلى جودة ممكن اطلحها من هاي الاجهزة تمام؟ هاي الديناميك رينج هاي الطبيعة هاي الفترة ربيعية لذلك تكون الشجر حلو جميل اثناء التصوير بتقدر تتنقل بين العدسات وهذا اشي طبيعي بس انا بدي احاول اصور بكل عدسة لحالها عشان شوف مين احسن جودة بالجهازين طيب ننتقل اللي بعدها نروح نشوف الزوم طبعا سامسونج عنده ببلش 3 اكس زوم الايفون ببلش 2 اكس زوم فهنا ممكن ما في انصاف لسامسونج بس يعني انا حاولت التزم بالاوبشنز اللي معطيني هالجهاز فانت ممكن تحس انه هنا ما في انصاف انا عارف فهم عليك لانه التجربة اللي خدتها مع 2 اكس اكيد افضل مع الايفون لانه اقل اكيد ستاخد تجربة افضل شوفوا الفيديو انتقلت للعدسة اللي بعدها بالايفون مباشر عنده 2 اكس زوم بالجالكسي عنده 3 اكس زوم فراح التزم باللي موجود بالجهاز ما رح اروح 2 اكس تمام فان رح التزم واشوف مين افضل طلعوا له على الوان الجودة على اغلب 2 اكس بالايفون حتكون الوانها احلى وصورتها احلى لكن هذا الموجود مش مشكلة فاتحملونا من التزم بالاشياء الموجودة بالجهاز شوف الدايناميك رينج انا نسيتني اصور 4 كي 60 فريم تمام طلع عندي بس يعني اصور فيديو 5 اكس بعدها منشوف ان شاء الله مين الافضل لما نروح على فيديو نعمل فيه 5 اكس زوم وعالاغلب قليل منه رح يعمل او يحتاج يعمل فيديو 5 اكس هاي الفايف اكس يمكن تستخدمها بصوير الفوتوغرافي نعم بس بالفيديو قليل جدا ولكن صورت فيديو 4 كي و 60 فريم على الجهازين يعني انا شفت انه التثبيت متشابه حسيت الوان الايفون افضل معانهم اثنيناتهم 5 اكس حكيلي شو رأيك وشوف الفيديو هذا الفايف اكس على الجهازين طبعا صعب اني امشي واصور فيديو 5 اكس زوم من غير ما يكون فيه اهتزاز بحاول اثبت ايدي قدر المستطاع وانتو قرر من افضل بالحالة لما تصور 5 اكس تتوقع شثابات صحيح عكل حال هاي تجربة وانتو شفتوها يعطي كل عافية في اكشن مود عند الجهازين هذا مش هو يعني هو مود عشان التثبيت الاعلى بدك تركض بدك تفعل هذا الاكشن مود فانا فعلت وصورت فيه بالكاميرا العريضة كانت الالوان افضل على الايفون التثبيت ممتاز على الجهازين حسيت الصوت جودت الصوت افضل على السامسونج تفضل شوف الفيديو اصدقائي فعلت اشي اسمه اكشن مود في الايفون وبرضه هو نفس الاكشن مود في الجالكسي ومنصور على الزاوية العريضة كاميرا العريضة بدك تجربة اركض حاليا باركض مين اقوى مين افضل لست اعلم لكن على الشاشة عندي حاس ان السامسونج اقوى اقوى بالتثبيت لكن راح اشوفها على الكوبيتر وحكي لكم ان شاء الله وان اكس بالاكشن مود برضو ركضت وصورت خط الوان افضل برضو على الايفون حسيت بشكل عام انه انا بصور وان اكس ما اخدت نفس الجودة تبعة الوان اكس العادية ليش؟ لانه عشان يروح على الاكشن وثبت بيعمل كروب فالتفاصيل راح تقل فما تتوقع انت نفس جودة الوان اكس اللي انت متعودها من الجهازين لان انت هنا تركض تتحرك بسرعة ولكن يعني هاي تجربة بتقدر تشوفها وممكن تستخدم وممكن ما تستخدمها اعتقد انه الايفون كان هنا افضل شوف الفيديو ممكن نصور بالاكشن مود مرضو مش بس في زاوية العريضة على الكاميرا الاساسية الوان اكس فممكن تاخد جودة افضل خلي اجري اركض على السامسونج حاس ان الجهاز امدا ما بتحرك الايفون بنطنط لكن السامسونج ثابت ان شاء الله يكونوا فعليا افضل قل فيديو تصوير الليلي بدي اعطيكو اكسامبل واحد بالتصوير الليلي هذا صورته في دبي بصراحة انا مباشرة بقدر اقولكم لي عجبني تماما فيديو الايفون بالتصوير الليلي كان اوضح اقل تغبيش النويز اقل واضح جدا وعجبتني الالوان وهذا تصوير ليلي توقعت سامسونج يسحق الايفون هون لكن ما ضبطش شوفوا الفيديو المحطة الاخيرة لهذا القطار هي ايكوتي المحطة القادمة هي ماكس المحطة القادمة هي ايكوتي المحطة القادمة هي ماكس المحطة القادمة المحطة القادمة المحطة القادمة طيب اخوان هي كنتم شفتوا كل الفيديوهات النتيجة الجديدة اللي بدي احكيلكوا اياها انه انا دائما بحكيلكوا الايفون هو افضل افضل في الفيديو هو افضل نعم لكن مع هيك مقارن اليوم بقدر احكيلكوا انه الفرق مش كبير صح؟ عن جدك تدقق كثير لحتى تشوف الفرقات وفيديو جن فيديو هذا معناه انه سامسونج عدلت الفيديو قدرات الفيديو ورفعت الليفل فحاليا بتقدر تحكي انه والله هواتف سامسونج العليا زي الالترا بتصور فيديو مرتب كثير ممكن يكون لسه في ايج تصبيطة لايفون لكن انا عجبني هذا التطور من سامسونج بنسبل تصوير الفوتوغرافي يعني انا جربت تصور كثير بالزوم اكيد رح يكون دائما التفوق لسامسونج بالزوم بالتصوير العادي من عريض لون اكس لثلاثة اكس حتى خمسة اكس لا ملاش خمسة اكس خمسة اكس متشابهين متقاربين فما ركزتش كثير على تصوير الفوتوغرافي وانتو شوفوا الصور بتقدروا تشوفوا الصور وتحكموا من ناحية العزل الالوان الدايناميك رينج البورتري عندك خيارات تصوير كثيرة جدا بالبورتري بحس انه ابل اشتغلت كثير على السوفتوير عندها خيارات كثيرة بالنتيجة النهائية التصوير الفوتوغرافي على الجهازين بتاخد تجربة خرافية ممتازة كان الفرق بالعادي هو للفيديو وانا اتفاجأت انه سامسونج علت الفيديو علت المستوى تبع الفيديو هذا اشي كثير كويس ممكن يشوف السنوات القادمة اشي اقوى من هيك فهاي كانت تجربة تحكولي اش شفتو شو عجبكو شو ما عجبكو الفعافية بشوفكم في فيديو قادم الى اللقاء